السلام عليكم متابعينا العزاء ومرحبكم في فيديو جديد في فيديو اليوم راح نتكلم عن منحة رائعة سميها رائعة صراحة لأنه أنا شوي متحيز للتخصص مالتي زين هذه المنحة ممولة بالكامل وفي بلد عربي الدراسة راح تكون بيها رائعة لأنه هذا البلد رائد في هذا المجال ألا وهو مجال الذكاء الاصطناعي المنحة اللي راح نتكلم عنها في هذا الفيديو هي منحة حمد بن زايد لذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة نعمل فيهن 2013 بداية خلي أتكلم شوي عن دور الأمارات الرائد في هذا المجال اللي هي دائما تطلق مسابقات برامج تطويرية في هذا المجال يعني اللي يحب يطور نفسه ويشوف كل الأمور الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي يعني أنصح بهذه المنحة هذه المنحة للأسف بكالوريوس ما به لأن بكالوريوس عادة يكون التخصص عام فهي خاصة بالماجستير والدكتورا لو نجي نعرف عن المنحة شوي الدولة المانحة مثل ما تعرفون الإمارات العربية المتحدة اسم المنحة منحة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مكان دراسة بالإمارات طبعا الدرجات العلمية مثل ما ذكرت قبل شوية بكالوريوس ما موجود موجود ماجستير ودكتورا فقط مطلوب شهادة إجادة لغة إنجليزية لها التوفل والآيلتز إن شاء الله الحلوة هنا أنه السن غير محدد يعني هاي فرصة إليك إذا كان السن عائق بالنسبة إليك يبدأ التقديم واحد تسعة يعني بعد عندنا وقت حتى يبدأ التقديم فهيئ نفسك وينتهي يوم ثلاثين تسعة يعني واحد أيلول ينتهي ثلاثين أيلول طبعا عندك وقت يعني أنت تقدر تلاحق ترتب وضعك خصصا اللي يريدي امتحن آيلتز مفتح هنا أنا في أكو بالعراق موجود بالبصرة بغداد وبأربين وأعتقد على ما أظن حسب الإعلانات اللي شوفها تطلعلي بالفيسبوك من البريتش كونسل إنه أكو موجود كومبيوتر بايزد اللي هو الامتحان على الكمبيوتر هذا المميزات مالتا إنه يكون النتيجة سريعة خمسة يام سبوع بزايد تسريم نتيجتك تمام مو مثل البيبر بايزد اللي هو بالورق بالورق يتأخر حتى شهر مرات زين فتلاحقون ليلاحق عفوا اللي يريد يقدم يلاحق تمام نجي على المميزات أو الامتيازات اتغطي تكاليف الدراسة راتب شهري ما مذكور طبعا بالإضافة إلى الإقامة مجانية تأمين صحي وامتيازات أخرى ما عرف الصراحة شون الامتيازات الأخرى لعله هذه الامتيازات تعتمد على مستواك الدراسي مثلا يتوقفد برفيليج أضافي يعني مثلا إذا كنت شاطر أو كنت متفوق يتوقفد امتيازات أخرى لعله يعني ذات كهناني لأنه ما مذكور الموقع اختصاصات هي الذكاء الاصطناعي والبرامج الفرعية اللي خاصة بذكاء الاصطناعي هالمشين ليرنينج النورم نيتوورك يعني هاي الأمور الاختصاصات الفرعية الخاصة بذكاء الاصطناعي برامج موجودة منتقدم إن شاء الله يفتح تقديم وتقدم رح حشوف ذني وتختار أنت الوثائق المطلوبة اللي هي تقدم على الابليكيشن جواز سفر صورة هنا طالبين صورة بحجم يعني تقريبا بحجم أي فائف نص ورقة الأيفور هاي الورقة البيضة الأيفور نص من عدة تقريبا هلقت حجم الصورة اللي رايديها شهادة تخرج طبعا مطلوبة سيرة ذاتية تضمن المسيرة الأكاديمية والمهنية يعني بالسيرة الذاتية طبعا بالمناسبة خلي فادي يوم نسوينا فيديو شون نكتب السيرة الذاتية بالتفصيل المومي يعني شفت الشروحات بالفيديو باليوتيوب موافية يعني أنا أعرف أكتب سيرة ذاتية بس من أشوف الفيديو أدوخ مزين فراح أشرح لكم يا إن شاء الله أو كتبوا لي بالتعليقات أيدو هذا الشي حتى أهيئ له وأرتب له إن شاء الله شهادة إجادة اللغة الإنجليزية مثل ما قلنا إنه توفل آيلتز ومقترح البحث للدكتوراه Research Proposal Research Proposal مهم أي واحد يريد يقدم للدكتوراه أو ناوع الدكتوراه لازم يختار لفد موضوع معين موضوع أقصد به مو عنوان يختلف أنا عندي فيديو أتكلم بالفرق بين العنوان والموضوع الموضوع يكون أعام من العنوان العنوان هو عنوان البحث الموضوع هو موضوع اللي بخلاله أو الفضاء اللي يسبح به البحث خلن نسميه هالشكل تمام فمقترح البحث هيئ المقترح البحث مالتك دائما وتأكد أقرب هذا المجال بهذا الموضوع حتى كل ما يتأخر الوقت كل ما يكون المقترح البحث مالتك أرصا وأرتب وأفضل وأكثر قبولية آلية التقديم وطريقة التقديم خلي لكم رابط آني كالعادة الرابط من خلاله يعني شرح كامل ووافي نفس الكلام اللي حجيته آني أكو شاء الله جزد علىه ونسيتها موجودة بالرابط بالنهاية تلقون التقديم على المنحة أضغط هنا ندوس عليه يوديك للموقع الرسمي من خلاله تقدر تقدم من ينفتح التقديم تمام شباب لهنا أنا أكملت الشرح عن المنحة اكتبي رأيك بالمنحة مزين إذا عندك سؤال مثل ما قلت لكم بوع الفيديو للنهاية إذا ما لقيت المعلومة اسألني أو لعله أنا مجاوب شخص قبلك سأل هذا السؤال فباوع التعليقات أيضا اتفاعلوا أنتم بيناتكم ده أشوف أكو تفاعل بين بعض الشباب فأشوف يعني معلومات عندهم وهذا الشي يفرحني صراحة فاللي أطلبه من عندكم إنه تشوفون الفيديو للأخير إذا ما لقيت المعلومة اللي تحتاجوها اسألوني عنها أجاوبكم عليها وإذا ما لقيتها بالتعليقات أو مجاوب عليه لعله أنا أحيانا ما أجاوب أكثر من مرة لأنه وقت محدد يكون فما لاحق فاللي هنا ننتهي الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلون زر الجرس توصلكم الإشعارات وتتفاعلون وإذا أعجبكم الفيديو لايك لا تنسوا نشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم في أمان الله باي باي